خليب لك وطلوا الحمد الله الحمد الله انا محمد سلامي جيت من زلزال عنطاكا وأهلي توفو فقط أربع من عائلتي أبويه وأمي وأختي وبنت أختي كانوا زيارة عندي وبيت جدي أربع ستة وولاد خالي الاثنين وفي بنت يتيمي كمان الله يرحمون فقدناهم زلزال عنطاكا وأنا جيت لهون قاعد عن بيت عمي قاعد عن بيت عمي أنا وأخوي أنا جيت بالثالث يوم وهلأ قاعدين الأوضاع بتعرف الصعبة يعني طلعت ببيجمتي من هذا من تحت الزلزال فقدت كل شيء بهالعشر سنين اللي بنيناه كله راح نتيجة هالزلزال ظليت تحت الأنقاب حوالي الخمسين ساعة إجي أخوي صاري كان برع بيشتغل بسوق الهال شغل الليلي إجي الصبح أول يوم يصيح يصيح ما حدا يرد عليه لتاني يوم إجي آخر النهار صاري طلع عرف بيتنا لأنه البيت ما بقى ينعرف أي بيت إنه بناهي سبع طوابق صاري يطالع شوي بالغراب يصيح محمد محمد قمت رديت علي أنا هون إجي هو رفقاتي وفريق القاز لحتى ظل تقريبا شي خمس ساعات لحتى وسطوله وأغلب العالم بالبناء وأهل هذا كلهم توفوا على الدرج كانوا نازلين على الدرج أكتر من أربعين شخص بالمبنى اللي ساكن فيه راح الله رحمة ربي الحمد لله رب العالمين هلأ في بنت أختي كمان بالمشفى عبروح وبيجيل عندها على أدنة هي بمشفى خاص مريضة إذا يعني حولوها عقف شي بيقول لنا بدت يقطعوها وما برشو طالعناها من المشفى للعام حولناها على مشفى خاص وشايفين الأوضاع والساتنا عايشين الصدمة يعني الهلأ ما بنعرشو بدنا نعمل وين بدنا نروح وين بدنا نجي هاي الأوضاع بشكل عام ما وبس علينا على الكل يعني عكل سكان هاطاي والموجودين هلأ بالنسبة إلي ما في غير أنا واخوي هوني ما ضل غيرنا يعني أبويا أمي توفوا بس هلأ أنا أكتر شي بيهمنا هي بنت أختي بالمشفى بتمنى يعني إذا في حدي أو هذا أنه يعتنوا فيها لأنه شاعب يطال أشياء كل مرة بيحكونا شكل أكتر الأوقات بيقولون أنه بدنا نطر نقطع لأيدا ما ضل غيرة يعني أما أخته التانية توفعت ما ضل لنا غيرة هي أكتر شي هلأ بتهمني